لا قانون لا أمان في العراق حيث تحولت الأجهزة الأمنية لسيف مسلط على المدنيين تهدد وتسرق تخطف وترهب هنا النجف وتحديدا في منزل عواض جواد الكاظم أحد المكتوين بنار فلتان الأجهزة الأمنية والتي طرقت بابه ليلا قبل أيام أفزعته كبلته ثم سرقت نقود عائلته قاعدون بالباب بعدها الولد طلع ولد شام طلع هم لابسين مدني وقالوا مكافعة وعدهم مجهزة وعدهم مسدسات واثنين لابسين كمامات والبقية لا وجوهم وشخصهم وكلامهم الأولاية وهم البابة نحن باب عرب يعني بين المنتشبين لكن المسرحية لم تقف عندهن بل تعدتها إلى خطف عوض وإخفائه قصريا وتعذيبه من قبل العناصر الأمنية في النجف أو من يدعون الانتساب إليها ساعة قضاها عوض في رعب كانت من الممكن أن تنهي حياته لكن الحظ كان حليفة حيث ألقوه في مقبرة مكبلا بعد أن سرقوا نقود أسرته تلك الأخيرة التي تقدمت بشكوا للسلطات الرسمية لكن دون جدوى رغم وجود مقاطع مصورة من كاميرات تبين وجوه المقتحمين قدم الدعوة ثاني يوم رفعواها للقاضي ما حطوا به الصور ما للكاميرات رجعها للقاضي لا حد الآن ما علموه حالة شاذة من أشخاص شاذين تابعين للأجهزة الأمنية من خلال الكاميرات طفروا بسيارات الدولة استغلوها نريد حقنا هذا لسان حال عائلة عوض جواد الكاظم التي تشبه قصتها قصص مئات العائلات التي اختطف أبناؤها وأخف قصريا نتيجة تسلط الأجهزة الأمنية ونفوذ الميليشيات المنضوية فيها التي باتت بحسب خبراء أمنيين وحقوقيين الآمر الناهي في العراق مع غياب المحاسبة وتكريس الإفلات من العقاب بسطوة الأحزاب الحاكمة والحكومات المنبثقة عنها